الفيول ترتاح شوية وبعدين نتحفظ اشتركوا في القناة الله مجموعة كبيرة هكومة انت ايه اللي دخلك بدون استئذان بشوف لو مولانا محتاج حاجة لا مش محتاج حاجة عموما انا حواليك طول الوقت يا مولانا سيب مولانا ارتاح شوية لا خليك اشتركوا في القناة انت مين جالك الجرأة والوقاحة منين انك تدخل غرفة شيخ الجبل وتكسر حرمت زوجته انت زوجة الشيطان انت فتاة حسن بعتك عشان تقتليني لا انا كان المفروض اقتل حدا تاني بس القادر سأني هنا عشان اقتلك انت وانت امن زوجك لو هتعملي كده عمليها بقى بشعة طريقة عشان الرحمة ما تجسش عليها انا كنت زوجة الشيطان رفقة مشواره وطلاله كان نفسي تنولي مرادك وتنتمي منه فيا مش سحسن سبقك واقتلني يوم ما اخد ابني من ايدي انت زوجك خطفني وعايزي اقتل حبيبي اتي هي حكايتك نعم هو خلوج الفتاة من الاصل بسئوليك مين جاية دلوقتي تقولي انها عند دنيا زاد وانك مش عارفة تصرفي الغلطة حلطيتك من البداية انا كنت متأكدة انها هتعمل كده كنت متأكدة انها هتجازف في حياتها حتى لو كان مصيرها الاتل عشان كده انا شددت الحراسة عليها ازاي؟ قدرت تخدعها ومتهرب منهم ما عرفش انت وردتين ورطة كنا في غين عنها وتوبعها هتأذي الكل انا؟ انا يا سيدي مين دي يا امي؟ مظلومة من مظالم ابوكي زي وزيك ازاي يعرف اوصل لي يحيا؟ لو يحيا فعلا زي ما انت حكيتيني ده معنى ان هو مش من ابع حسن ودخل القلع الهدف بس اللي عرفو عن شيخ القلع ان هو بيعرف في يرى وشوش البشر بيعرف اللي بيدور في قلبهم من غير حتى ما يتكلم ازاي اللي غاية دلوقتي مش عارف ان يحيا عدوه لا اكيد عارف بس حسن بيحب يجرب واكيد شايف في حاجة هو عايزها انا ازاي يقدر انقصه؟ انك تهربي لو هدف يحيا نجدتك فهروبك هو نجدة يحيا